موسيقى برانديبو اليوم ومشاهدين الاحتفالات بمناسبة يوم الموسيقى العربية الدولي راح يتم فيه عدد من الاحتفالات والكلمات وتكريم حتى بها المناسبة بتفاصيل اكتر مع ديوفنا برحب بمديرة مؤسسة الصفدي السقفية سيد ساميرا بغدادي أهلا وسهلا فيك سيد ساميرا أهلا فيك وبرحب كمان بمدير معهد ماري لياس التقني الفني العالي سيد لياس بيتار أهلا وسهلا فيك أستاذ بيتار شرفتونا وينعاد عليكم نحن منبسط لما نسمع أنه فيه مناسبات حلوة نحتفل فيها باللبنان خاصة لما بتكون خاصة فينا بالدول العربية يوم العالمي للموسيقى العربية الدولي أعلنوا مجمع العربية للموسيقى عام 2009 ليش بهالوقت بالزيت وشو الهدف منه أستاذ بيتار هي المجمع العربي للموسيقى هي هيئة متخصصة من هيئات جامعة الدول العربية نعم وتابعة مباشرة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمؤتمرها العشرين للعقد بالأردن بعمان سنة 2009 أطلقوا يوم الموسيقى العربية الدولي بـ 28 آدار من كل عام هالسنة 28 آدار عم يحضروا للمجمع الموسيقى العربي وممثلة لبنان بالمجمع الموجهلة تحية سيدي مونة زراء الصيغ هي ممثلة لبنان تحضر هالحادث احتفال نعم أكيد بالتعاون مع عدد الجهاد والجهاد وهنا أكيد المؤسسات لأنتموا لإله صح بالتعاون مع مؤسسة الصفضي الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسيرفاتور وبالتعاون مع معهد مارلياستكني الفني العالي وبرعايد وزارة الثقافية نعم لما بنقول اليوم العالمي للموسيقى العربية الدولية هل نعلم عن الموسيقى الحديثة أو عن الموسيقى الكلاسيكية لا الموسيقى الكلاسيكية من أهداف المجمع العربي بالموسيقى نشر التعليم الموسيقى بالعالم العربي وجمع التراث الموسيقي والحفاظ عليه وبالدرجة الأولى بتصور حتى تعرفوا الجيل الجديد جيل كامل اليوم يمكن ما عنده فكرة واضعة عن موسيقيتنا العريقة العربية مشان هيك نحن كمعهد لأينا مناسب انه نقدر نشارك بهك نهار وخصوصا طلاب المعهد بياخدوا مادة عنا اختصاص تربية وعندهم مادة التربية الموسيقية بمناهجهم انما ما الهدف انه بس ياخدوا اختصاص الساعة بالاسبوعية انما المفروض هذين ينزلوا على سوء العمل بدون يشتغلوا هذين يجب توسع لهم افاقهم نعم حون عندهم حد قدم نصة افاق الموسيقية العربية وخصوصا انه عاب يسمعوا اليوم الموسيقى تقدروا يميزوا بين الموسيقى القديمة والموسيقى العايشين فيها اليوم هذين بدهم يعملوا أبحاث مش هناك انطلقنا وعملنا شغلتان أول شي لمحة موجزة يعني الموسيقى العربية من الجاهدية لحديد هون نحكي بالاحتفال اللي راح يتم منهار السابت بـ 28 أغار بمؤسسة الصفضي الثقافية بيتارابلوس بدنا نرجع لبرنامج الاحتفال استاذ ليس ولكن بدي اسأل سيدي ساميرا شو اللي جذبكن انتو بمؤسسة الصفضي الثقافية لها المشروع اللي جذبنا انه بالاصل اهداف مؤسسة الصفضي الثقافية هي ارتقاء الثقافي والتطوير الثقافي على كافة المجالات وخاصة نحن اللي يجذبنا كمؤسسة الصفضي الثقافية هي التمايز وقت منلاقي اي مشروع فيه تمايز وفيه ارتقاء ومشروع مرتب وبيقدر يساهم بيت تنمية الثقافية صحيح الانطلاقة من طرابلوس بس نحنا للبنان كله موجودين مشان هيك نحن نحتضن ونفوت بشركات مع الجديين مع المميزين بكافة انواع الثقافة الموسيقية الرسوم الفكر كل مجالات الثقافية هي منواجبنا انه احتضان الشركاء وبنفس الوقت نحن نبتدع ونقدر نقوم بأنشطة ومشاريع سقافية تقدر تعطي الامباكت تبعيتها على كل المستوى اكيد ايمة مضافة لتوراسنا وللتطوير السقافي بلدنا سيد اليس تعطينا فكرة عن برنامج الاحتفال اللي رح يبدأ ساعة ستة المساء بمركز الصفضي برنامج الاحتفال مع كلمة ممثل لبنان بالمجمع الموسيقي السيدة منازراء وكلمة المجمع العربي للموسيقى الدكتور صالح حمدان الحربي النائب الرئيس من الكويت وكلمة مؤسسة الصفضي الثقافي اللي حاضني المشروع وكلمة رعي الاحتفال مع الوزير الثقافي الأستاذ ريمون عريجي هناك فقرات فنية فقرة فنية هذه السلسل الكلمات وبعدها الفقرة الفنية عددها الكونسيرفاتور طلاب واعدين يشتغلون طلاب المعهد الوطني طلاب المعهد الوطني فقط نسكر بإيادة الأستاذ زفادي يعقوب وكمان أديد وتوزيع الموسيقى للأستاذ شرب الروحانة فمستوى عالي وراقي جدا من الموسيقى لكلنا من حبة تسلمي وفيه لمحة موجزة عن الموسيقى العربية والتراس الموسيقي عملين فيلم وثائكي عن هذا الموضوع طالبات المعهد أدي مدتو المعهد كله 35 دقيقة 30 بنخة 35 دقيقة والتايد الكونسيرفاتور كمان من 30 إلى 35 دقيقة كلمات مقتضة بشيء في لفتي متواضعة تحيي أو تكريم متواضع للأسطورة الراحلة الصباح ما أدمينا فيلم وثائكي عنه عن تاريخ مراحل حياته وما أدمينا لوحات فنية الصبايا المعهد في توزيع شهادات ودروع تقديرية بمناسبة شو لمن راح تتوزع دايما الشهادات والدروع التقديرية المفروض هي للطلاب أو لأشخاص مميزين في مجال الموسيقى وأكيد ما لك الطالب هي للمجموعات المشاركة وهذا نوع من أقل شيء بالتعبير عن الإعجاب والتقدير للناس يلي أفنوا حياتهم واللي حبين بالفعل يعطوا ضيفة قيمة مضافة للسقافة بهالبلد بالقليل نوع من التقدير المعنوي لقيمة كبيرة معرفة عند الموسيقيين والفنانين في لبنين من مدعو على هالحفل؟ فرصة مفتوحة للكل؟ مفتوحة بس أكيد رسميا سيكونوا فيه كثير مدعويين وكثير منحب تربويين وشباب لأنه بالنهاية لازم نتوجه للفئة الشبابية يعني حتى المجمع العربي الموسيقي مهتم حاليا بالشباب وتوجيه الشباب على هذا الهدف الأساسي من إقامة الحدث أكيد وبنفس الوقت كمان يتعودوا يتزوقوا الشباب وليصير الأهالي كمان تحفز والمربين يحفزوا الجيل الجديد أنه في عنا موسيقى يلي بالفعل هي بوجداننا لازم نحييها ونطورها أنا أبوافقك الرأي 100% سميرة شكرا لوجودك معنا أستاذ الياز شكرا لوجودك معنا كمان وعقبل كل سنة نحن نحتفل من غني ونرقص دايما على الموسيقى الحلوة أهلا وسهلا فيكم شكرا وقفة أسيرة مشاهدينا ونرجع ونكمل حلقتنا لليوم من مع ويندو وادن موسيقى اشتركوا في القناة